السلام عليكم. دلوتي هنا اعمل بقى مراجعة سريعة على اول 3 units واحد واثنين وثلاثة. عندنا مجموعة من الديفنيشنز والبكاوري واللانجاج نوت. اول حاجة معانا مجموعة من الديفنيشنز اول كلمة اللي هي access. The definition for it is a find and use information especially on a computer. يعني ان انا find بلائي and use information. وبستخدم المعلومات خصوصا على الكمبيوتر. Beard معنى يصغر. Begin to be seen. ان هو يبدأ ان هو يكون مرئي او ان احنا نقدر نشوف. inaccurate اللي هو غير دقيق. Not correct يعني مش صح. keyword. A word that is very important or necessary. يعني كلمة تكون مهمة جدا او ضرورية. ميديا والاغلاب. television, radio, any newspaper. يعني التلفزيون او راديو او المقلات. relevant. Directly relevant to the subject of problem being discussed. يعني لعلاقة مباشرة للموضوع او المشكلة اللي بتدخش. search engine. هو محرك البحث. A computer program that looks for keyword and different websites. يعني برنامك على الكمبيوتر. that looks for. يبحث عن الكلمات المهمة في المواقع المختلفة. update اللي هو يحدث او يطب. add the most recent information about something. ان انا بضيف المعلومات الحديثة لموضوع معين او شيء مهم. ندخل بقى دراتي على some important vocabulary in three years. اول كلمة معانا rewarding. هو موزي. reward. يكافر. accept. يقبل. specially. صوصا. particularly. حماسة. خاصة. yoko. sorry. goods. بضائع. partial. تلميس. people. return. يعيد. give back. يعود. private hospital. مستشفى خص. influential.'s does a zero . له نفوس. مكتبة. هو يتسع لي. مجموعة. مجموعة. أصلي. نسخة أو ينسع. لذر. جلب. رفع تسع. يكتب. يدوية. أفير. يزهر. أفيران. زهور. أفيران. يدبار. ديجيال. لفرز. تبات رقمية. أفيلبال. متوفر. أفيران. أعبرت. انثيزيستيك متحمس اكسس زميت يدخل على انت سرش انجن حرك البحث متصل او مرتبع موصوق بي اكيرت دقيق ان اكيرت غير دقيق اكيرانسي دقة تراست يثق بي او ثقة ميديا الاعلام افضيل بحدث او يطبق دي كانت البكابلاري اللي موجودة معانا لو هننتقل دي الجزء البعض كده اللي هو الانجدش نوتس لازم نفرق بين ثلاث كلمات اكسبت و اجري و اكسبت اول كلمة اللي هي اكسبت معنى يقبل اكسبت غالبا ما بتيجي معا امبتيشن اوفر ابولوجي جو شالنج جفت دايما بيجي بعدها البرب بلاس و البرب بلاس انفنيتو يعني يعني هو ابل الدعوة ان هو يفضل اقريب معنى يوقف و اقريب تيجي بعدها اقريب و از شخص او اقريب تو شيء هو وافق ان هو يلعب معنى لو نلاحظ ان تو جي بعدها البرب اي اجري و از مستهز احمد و اي اجري و از مستهز احمد يعني انا موافق او انا متفق مع مستهز احمد ولكن انا مش موافق على الخطه اي اجري و از مستهز احمد اي اجري و از مستهز احمد اي اجري و از مستهز احمد كلمتين اللي بعد كده الاتنين بمعنى خاص ولكن في فرق ما بجل for example let's all make a special effort to welcome the visitors يعني زي الطراح هي بنا let us all make a special effort نعمل effort اللي هو خاص to welcome the visitor عشان نرحب بالتزاهري I bought private car or house انا اشتريت عربية خاصة ملكي او house خاص ملكي لكن بالنسبة للمتين اللي فاتوا دول او هننتقل بيجي بعدها ثلاث حك ياما verb plus ing ياما فاعل plus infinitive ياما subject plus should plus infinitive طيب they suggest they suggest going out for a walk هما اقترحوا ان هما يذهبوا للتمشي او ان هما يتمشي او نروحز هنا suggest يبعدها verb plus ing go plus ing طيب i suggest i suggest we wait a while before we make any firm decision يعني هو بيطرح ان هما يستنوا a while لفترة قبل ما هما ياخدوا اي قرار بخصوص الشرك لو نلاحظ هنا زى جي بعدها جملة لفترة او suggest that we should wait a while before we make any firm decision نفس المعنى بتاع الجملة اللي قبل كده ولكن هنا جي بعدها فعل و بعد كده should plus infinitive طيب لابن نتنقل بعد كده ل borrow lend all borrow هو معنى ان انا يستلف لنت معنى يقرد أو يدين لي طيب for example he borrowed some money from the bank هو استلف بعض من الاموال من البنك the bank lend some money to him البنك بق هو اللي اقرده فلوس أو the bank lend him some money he owe some money to bank اقترد فلوس من البنك he owe the bank some money نفس المعنى الكلمة اللي بعد كده lost ديها اكتر من معنى معنى يدون أو الصادق أو آخر مرة يعني الفيلم استمر الممدد ساعة ونص يعني الفيلم استمر الممدد ساعة ونص في كندوق صغير في اسكندري ألاس may my old friend when we wear and pass together for this summer يعني انا شوف صديقي لآخر مرة لما كنا في باريس في الزيف في الزيف elephant ديها كانت language notes المقودة أنا اكتفي القدرة دا hope it useful for you thank you and talk